حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري قال أبو عبد الرحمن وحدثني أبو خيثمة حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مدرب عن فرتي بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم قالوا يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم فقالا إن منكم رجالا نكلوهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان